السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل سيلبس رشيد حمامي الحجاب بعد هذه الحلقة؟ فهل سنشهد سقوط الحجاب؟ أهل وسهلا بحضرتكم مع حلقة جديدة لفضح أكاذيب رشيد حمامي حول الإسلام العظيم رشيد حمامي عمل حلقة عن الفنانة صابرين وبيقول إن هي ألعت الحجاب فقبل ما نبدأ في موضوع الحلقة النهاردة خلونا نضحك أولا على رشيد حمامي آخر هذه الحالات هي حالة الممثلة صابرين خلعت الحجاب خلعت الحجاب طيب وهي يا صابرين خلعت الحجاب أصلا يا رشيد لهيك نحن بعد ما انتشر الخبر توصلنا معها لتوضح لنا وجهتنا دراء يا جماعة أنا بس شلت التربون ما كانش حجاب يعني أنا ما كنتش عامل الحجاب كما يبغي أن يكون يعني وبقالي فوقلت نشر سنة من أول ما لبست البروكة وقلت إن أنا يا جماعة مش محجبة أنا سيتمحتشمة ليه يا رشيد بتعمل في نفسك كده؟ ليه مصر تفضح نفسك بهذه الطريقة؟ تقتل نفسك بنفسك طيب يا وحيد لما رشيد يطلع يقول إن فلانة قلعت الحجاب وتطلع فلانة تقول إن هي أصلا ما كانتش لابسة حجاب ساعتها نقوله على رشيد إيه؟ دائما مخبول مصطول مش أخد باله خرج عن استيعابه بحكة على رشيد تعالوا بقى نبدأ الموضوع في الحياة جماعة حلقة اليوم ليست للدفاع عن الإسلام العظيم لأن دين الإسلام ليس متهما لأنه أمر بتغطية النساء والحفاظ عليهن بل هذا من مناقب الإسلام وفضائله ولكن حلقة اليوم لتعليم رشيد الديانة المسيحية التي يصر رشيد في كل مرة على الإساءة إليها عن طريق طعنه في الإسلام العظيم بص يا رشيد أنا النهاردة إن شاء الله هخليك مهزأة الأمم ومسخرة الشعوب وأخليك عبرة لللي يسوى واللي ما يسواش هخليك نكتة يتندر عليها المسلمون والنصارى والملاحدة سبحان الله وكأن الله خلقك لكي تفضح وتهان ويسخر العقلاء من أكاذيبك وتدليسك شوف يا رشيد كام مرة تفضح وانت بتكذب وبتدلس وحتى اليوم لم تجرؤ على الرد علي أو الرد على جميع الذين ردوا عليك وفضحوك الدكتور منقذ السقار أخونا أحمد سبيع أخونا أحمد سليمان أخونا نور طاري قناة السراج المنير قناة شموع النهار قناة هداية الحيارة كل ده وانت ساكت وعامل نفسك من بنها طبعا الأخ هيسألني كل مرة طب إيه علاقة بنها بالموضوع هقول لك والله أنا ما عرفش بس هي كلمة دي بتتقال كده وحتى المرة الوحيدة اللي حاولت ترد فيها علي يا رشيد فضحت نفسك في موضوع الصدق الأمين لذلك انت مرعوب من الرد علي أو الرد على أي متخصص من الإخوة الأفاضل اللي ردوا عليك هتفضل عايش مهن وذليل لغاية إمتى يا رشيد كل أكاذيبك مفضوحة على قنوات اليوتيوب الإسلامية والمنتديات المتخصصة وخلاص جميع الناس بقوا عارفين إنك كذاب وهارب من مناظرة جميع المتخصصين اللي ردوا عليك وفضحوك وأنا والله لا أتصور أن أعيش يوما واحدا من حياتك هذه حياة قائمة على الكذب والخداع والغش والتدليس وقلب الحقائق وتغييب وعي مشاهديك من النصارى والعجيب إنك إلى الآن لم ترد وفي نفس الوقت لم تعتذر عن هذا التدليس والكذب السابق نفسي أفهم والله إنت عايش كده إزاي طيب أنت يا رشيد مثلا مش بتخاف على أولادك لما إكبروا ويشوفوا الحلقات اللي فضحتك وكشفت جهلك وكذبك أنت متخيل شعور ابنك هيكون عامل إزاي لما يعرف إن أبوه إنسان كذاب وجاهل ومدلس وإن أكل عيش أبوه كله من الكذب والغش والتدليس ابنك هيكون شعوره إيه لما يعرف إنه تربى بما الحرام مصدره الكذب والغش والتدليس المضوع ده يا رشيد ما بيجيش مثلا على بالك نهائيا حسنك سعيد ومتصالح مع نفسك كده يعني؟ أنت كده مبسوط؟ منذ سنوات وأنا أدعوك للمناظرة وأنت حتى الآن ما زلت تتهرب دعاك الدكتور منقذ السقار للمناظرة منذ سنوات وأنت ما زلت تتهرب دعاك أخونا شيخ أحمد سبيع للمناظرة وأنت أيضا ما زلت تتهرب وأيضا دعاك أخونا أحمد سليمان للمناظرة وأنت يا رشيد لا زلت تتهرب وأيضا دعاك أخونا نور طارق للمناظرة وأنت يا رشيد لا زلت تتهرب مع أن الأخ نور بيرد على جميع حلقاتك وأنت يا رشيد وأخذ وضع النعامة اليوتيوب صار مزدحما بفضائحك وأنت ولا أنت هنا كأن الطبيعي في حياتك أنك تتفضح وتدهان كرمتك وتتهزأ أنا هقول لك ما أنت منصر ومرة أخرى يا رشيد أدعوك للخروج من هذا الكهف وكسر القوقعة وأجدد لك عرضي بالمناظرة ما رأيك يا رشيد في مناظرة علنية أمام العالم أجمع في وضع المرأة بين الإسلام والمسيحية وأنا أتوقع يا رشيد أنك ستعلن براءتك من المسيحية أثناء أو بعد هذه المناظرة ولو عايز تهرب مني زي زمان يبقى نظر الدكتور منقذ السقار مش نوع بقى يا رشيد تاخد حبيت الجراء وتستاجر وتخرج من الجحر وتنظر واحد من المختصين بدل مسلسل الهروب المخزي اللي أنت عايش في ده استحي شوية واطلع نظرني يا جبان يا مرعوب الحقيقة يا جماعة فيه سؤال مهم جدا بيطرح نفسه وهو لماذا يحارب رشيد النصراني الحجاب لماذا يستميت رشيد حمامي وقناته النصرانية لهذه الدرجة لتخلع الفتاة أو المرأة المسلمة حجابها أنت يا رشيد في هذه الحلقة طالع تهاجم الحجاب فأنا لازم الأول أفكرك بحاجة هو أنت يا رشيد مش المفروض أنك مسيحي وبتقدم نفسك على كده تباكد نفسك مرحد ولا إيه يا رشيد أنت مسيحي اصح يا ابني وفوق أنت مسيحي والله شكلك ناسي طب والله شكلك ناسي حتى في مقدمة برنامجة يبنى مصور نفسك وانت داخل الكنيسة صح؟ ايه كنت تعمل في الكنيسة داخل تتمشى مثلا يعني مفروض أنك داخل الكنيسة لأنك مسيحي زي ما بتقول طيب لماذا تحارب الحجاب والديانة التي يفترض أنك تؤمن بها تنادي بحجاب النساء ده خطأ بشري خطأ منطقي خطأ من كل النواحي وجواب هذا السؤال وجدته في كلام الكاتبة البريطانية كارين أرمسترونج تقول فقد تملك المسلمين الرعب حين رأوا الأسلوب الذي كان المسيحيون في دول الصليب يعاملون به نساءهم كما هاجم المفكرون المسيحيون الإسلام على أساس أنه يمنح الوضعاء من العبيد والنساء قوة كبيرة يعني المسيحيون هاجموا الإسلام لأنه سيعطي النساء والعبيد حقوقا لا يراها المسيحيون أنها من حق النساء والعبيد إذن فدين الإسلام العظيم هزمت ديانا نصرانية بين قسين المسيحية فكريا وحضاريا وأخلاقيا وعسكريا فلما تخلى المسلمون عن مصدر عزهم وقوتهم وصلوا إلى الحالة التي نراها اليوم فسقطوا عسكريا ويريدوا عدوهم اليوم أن يدفعهم دفعا للسقوط أخلاقيا وحضاريا بالله عليكم وجماعة تركزوا معي في موضوع النهاردة لأن الموضوع فعلا مهم ويهم كل مسلم أو مسيحي على وجه الأرض ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام العظيم كانت الديانة النصرانية في ذلك الوقت تسيطر على نصف العالم تقريبا وكانت الفارسية تسيطر على النصف الثاني وكانت بقية الأجناس والأعراق شيئا بسيطا يعيشوا على هامش التاريخ ثم انقلب الوضع تماما وصار الإسلام هو الدين المهيمن على العالم فتعلم العالم المسيحي حسن الأخلاق وحسن معاملة النساء من المسلمين ومن حضارتهم الإسلامية العظيمة علم الإجتماع الفرنسي الشهير جوستاف لوبون يقول في كتابه حضارة العرب وقد ذكرنا في فصل سابق أن الأوروبيين أخذوا عن العرب مبادئ الفروسية وما اقتضته هذه المبادئ من احترام المرأة مرة أخرى يقول الأوروبيين أخذوا عن العرب مبادئ الفروسية وما اقتضته من احترام المرأة والإسلام إذن وليس النصرانية هو الذي رفع المرأة من الدرك الأسفل الذي كانت فيه وذلك خلافا للاعتقاد الشائع وإذا نظرت إلى سنيورات نصارى الدور الأول من القرون الوسطى رأيتهم لم يحملوا شيئا من الحرمة للنساء وإذا تصفحت كتب تاريخ ذلك الزمن وجدت ما يزيل كل شك في هذا الأمر وعلمت أن رجال عصر الإقطاع كانوا غلاظا نحو النساء قبل أن يتعلم النصارى من العرب أمر معاملتهن بالحسنى أبل إيه يا جستاف لبون؟ قبل أن يتعلم النصارى من العرب أمر معاملتهن بالحسنى الله أكبر الله أكبر إذا وجدت عند الأعداء مدح لعدوهم أعرف أنه حق ولهذا يقال في اللغة العربية الحق ما شهد به الأعداء عفوا الحق ما شهد به الأعداء ويقول جستاف لبون وتعامل المرأة المسلمة باحترام عظيم فضلا عن تلك الامتيازات وتنال بذلك حالا أجمع الباحثون المنصفون على الاعتراف بحسنها يقول ميسي دو أميسيس إن المرأة في الشرق تحترم بنبل وكرم على العموم فلا أحد يستطيع أن يرفع يده عليها في الطريق ولا يجرؤ جندي أن يسيئ إلى أوقح نساء الشعب حتى في أثناء الشغب وفي الشرق يشمل البعل يعني الزوج يشمل زوجته بعين رعايته وفي الشرق يبلغ الاعتناء بالأم درجة العبادة وفي الشرق لا تجد رجلا يقدم على إلزام زوجته بالعمل ليستفيد من كسبها شفت المسلمين بعمل المرأة المسلمة إزاي؟ وتقول الكاتبة كارين أرمسترونج وهكذا رأت النساء التي ارتدين الحجاب في البداية فيه رمزا للقوة وحسن الأثر وليست شارة تدل على اضطهاد الذكور لهن اسمع بايا رشيد وقد أخذت نساء الصليبيين فيما بعد في ارتداء الحجاب على أمل أن يعلمن ذويهن من الرجال أن يحسنوا معاملتهن حين رأينا الاحترام الذي كانت تلقاه النساء المسلمات الله أكبر الله أكبر عرفت بها جماعة النصارى جابوا احترام النساء من إن؟ أيوة من دين الإسلام العظيم ومن أخلاق المسلمين حتى الحياة والحشمة كذلك لدرجة أن القساوسة اليوم يغارون من ثياب النساء المسلمات ويتمنى القساوسة أن يروا نساءهم مثل نساء المسلمين أنا بقول لبناتنا المسيحيات بقول لكم يا ريتكم تتعلموا من المحجبات الحشمة بتاعتهم معلش يمكن لهم إذا قالوا مني المسيحيات ما أنا بقول كده لكن بقول لهم طب شوفوا العطرة مريم لبساها إيه؟ ما لبساها زي المحجبات بالذب على دين الرهبات بيلبسوا كده برد في واحد يعني بيتكلم على الحشمة أن أولدنا وبناتنا زي الفل يعني إلا في الأكليل وما أدراك ما الأكليل غلب الدنيا كلها يعني لم أغزة بس يا رب محدش يزعل مني أقول لي بس يعني لم أغزة حضرة العريس يعني حضرة العريس يعني مبسوط أن العرشه تبقى لبسا كده أنا مش فاهم يعني قليل أقول لي بس إحنا الحمد لله مجرد ما نشوفها من أول الطريق جاي اللبس مش تمام أبونا الحرمالة بتاعتها بسرعة بسرعة يروح مغطيها أرجوكم الاحتشام في الأكليل مش بس في الحياة العامة وفي الكنيسة بصراحة أقول إيه بس يعني يعني أقول أخجلتمونا أمام الضيوف بيبقى فيه أخوة مسلمين موجودين وأخوات طبعا بيلتزموا بلبسوهم والمحتشم جدا وإحنا أرجوكم عشان خطر ربنا الحشوة مطلوبة لكن إذا كان الكتاب بيتكلم عن أنه اللبس المعصر لبس الزانيات في كلام أصعب من كده بيقولوا الإنجيل اللبس الخليع ده دي كانت لغة الستات الوحشين نهاردة عشان العالم يمشي في الكلام ده نقوم نمشي وراء وبعدين جايين نصلي فين الصلاة إزاي واحدة لبسة وحش وجاة تصلي تصلي عن إيه وإيه في صلاتها هي تقبل قدام ربنا إذا كانت تسببت في هلاك إنسان وهي داخل الكنيسة بسبب منظر وما أسوأ منظر صليب متعلق على جسد يهين جسد المسيح ده كأنها بتصل بالمسيح مرة تانية يا جماعة كتاب اليهود والنصارى في تشريع يجيز للرجل أن يبيع ابنته جارية في السوق أمو حضرتكم كتاب اليهود والنصارى العهد الأديم سفر الخروج نصح 21 يقول وإذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج كما يخرج العبيد وجاء في موسوعة آباء الكنيسة للدكتور عاد الفرق عبد المسيح يقول ميزت طبيعة العهد القديم بين الذكور والإناث من الأطفال وكانت الإبنة يمكن أن تباع كأمة أو تكون محظية لرجل وكان يمكن أن تباع مرة أخرى كما في سفر الخروج 21 سبعة فكانت منزلتها أقل من منزلة الإبن على أنه في وقت آباء العهد القديم كان يجوز للأب الحكم على الإبنة أو الإبن بالموت لعدم طاعتهما له طيب في الميراث الميراث ده بقى مصيبة كبيرة عند النصارى لأن اكتاب رشيد بيقول أن البنت لا ترف في وجود الذكور أمام حضرتكم دائرة المعارف الكتابية تقول ولم يكن للبنت عادة نصيب في الميراث عند موت الأب فالجماعة المسيحيين دول هاجموا الإسلام لأن الإسلام أعطى المرأة ميراثها الذي لا يراه اليهود والنصارى من حقها حسب كتابهم فطبعا أي مسيح عاقل أو أي مسيحية عاقلة لما يقرنوا بين الإسلام والمسيحية ويقرنوا بين القرآن الكريم وبين كتاب اليهود والنصارى فورا سيتخذون القرار بأن الإسلام هو الدين الحق لذلك نقول إن الإسلام هزم المسيحية أخلاقيا وفكريا واجتماعيا حتى اليوم فالشيوخ سخروا يعني كل وقتهم وكل مجهوداتهم لأسلمة المجتمع وعلامة الأسلمة هي ارتداء الحجاب طيب بالنسبة للقساوسة دولي رشيد ودعوتهم للمسيحيات بارتداء الحجاب مش ده برضو داخل في موضوع الحلقة بتاعتك ولا إيه بالضبط أنا بقول لبناتنا المسيحيات بقول لكم يا ريتكم تتعلموا من المحجبات الحشمة بتاعتها طبعا النهاردة تجد كثيرا من النصارى ينظرون للمرأة المسلمة على أنها رمز للشرف والحياء والعفة والطهارة كما سنذكر لحضراتكم بعد قليل بإذن الله وحتى بعد سقوط الخلافة ظلت الحضارة الإسلامية وأخلاق المسلمين الراقية مهيمنة على قلوب الناس يقول المؤرخ الأمريكي ويل ديورانت غير أن المسلمين كما يلوح كانوا رجالا أكمل من المسيحيين فقد كانوا أحفظ منهم للعهد الله أكبر وأكثر منهم رحمة بالمغلوبين الله أكبر وقل ما ارتكبوا في تاريخهم من الوحشية ما ارتكبه المسيحيون عندما استولوا على بيت المقدس في عام 1999 شفت حتى في الحروب التي يتخلى فيها الجميع عن قيمهم وأخلاقهم وإنسانيتهم كان لسمو أخلاق المسلمين بصمة حاضرة في أذهان المؤرخين المنصفين يقول هنري ديكاستري ونحن نعلم أن المسيحيين أيام الحروب الصليبية ما دخلوا بلادا إلا وأعملوا السيف في يهودها ومسلميها وذلك يؤيد أن اليهود إنما وجدوا مجيرا وملجأا في الإسلام فإن كانت لهم باقية حتى الآن فالفضل فيها راجع لمحاسنة المسلمين ولين جانبهم أقسم بالله أننا شرفاء حتى وإن وقعت أخطاء في التاريخ الإسلامي لا يرضاها الشرع من بعض الصلاطين أو من بعض الحكام بل لقد وصل الأمر في زماننا إلى أن الباب السابق لنصارى مصر الأرثوذوكس شنودة يقول هذا الكلام أريد أن أذكر أن الإسلام في جوهره وفي روحه وفي أتاسه يعانل غير المسلمين معاملة طيبة وهكذا أعطى الإسلام فرية الدين لغير المسلمين أذكر أيضا في تنافق الإسلام حفظه في عهوده وموافقه من المتحيين في تلائفهم وطوامعهم ورقباناتهم وأملاكهم وأرواحهم وكل شيء وأذكر أن عمر بن العاص عندما أتى إلى نتر كان بطريارك نتر الباب بن ينين البطريارك الثانون والثلاثون كان مختفيا في أرجاء نتر من إخوته المسيحيين المختلفين عنه في الإيمان ثلاثة عشر عاما لم يجلس على كرسيه حتى المؤرخ المسيحي الشهير الدكتور عزيز سوريال عطية يقول أما العرب فقد أتوا لتحرير القبط من هذه الأغلال البيزنطية إذ كان موقفهم من أهل الكتاب أو أهل الذمة موقفا كريما وسمحا تأكدت فحواه من واقع العهد العمري الذي كفل للأقباط حريتهم الدينية بشكل لم ينعموا به أبدا تحت النير البيزنطي شفت كما أن المسلمين كانوا أصحاب فضل على اليهود أيضا فالمسلمون كانوا أصحاب فضل على النصارى لأنهم خلصوهم من الظلم والإضطهاد والقمع إحنا ليه نسينا أن عمر بن العاص هو اللي رجع البطرق بتاعنا الكرسية لما جه كان فيه بطرق دخيل يوناني فرض علينا واتطهادنا تصوروا مسيحي واتطهادنا لدرجة أن البطرق اختفى والأساقف اختفوا من كتر الاتطهاد رجع عمر بن العاص قال لهم فين وجابوا ورجعوا كرسي وأعاد له كل كنائسه حاجة جميلة هو ده الإسلام ولو عايز تعرف باختصار حال مصر قبل الإسلام ممكن تقرأ ما قاله جستاف لوبون في حضارة العرب يقول وأكرهت مصر على انتحال النصرانية وهبطت بذلك إلى دركات الانحطاط مقدارا فمقدارا إلى أن جاء العرب عرفت ليه رشيد حمامي وأمثاله من المنصرين بيحاولوا الطعن في دين الإسلام العظيم لأن النصارى أمة مهزومة حضاريا وأخلاقيا وسلوكيا وعقائديا ولم يتعلموا حسن الأخلاق وحسن معاملة النساء إلا من المسلمين وهختم الجزء ده بكلام خطير ومهم للسير توماس أرنولد يقول كما أن سرعة انتشار الإسلام في الأيام الأولى من الاحتلال العربي مش فاهم ليه بيسميه احتلال يعني نحن نحمد ربنا أن الإسلام انتشر لأنه رفع الظلم عن الناس يقول قد تكون راجعة إلى عجز ديانة كالديانة المسيحية وعدم صلاحيتها للبقاء أكثر من أن تكون راجعة إلى الجهود الظاهرة التي قام بها الفاتحون العرب لجذب الأهلين إلى الإسلام فالمسيحية ديانة باهتة باطلة عاجزة وليس لديها ما تقدمه للبشرية لا بصراحة بعمر المسيحية لديها ما تقدمه للبشرية لتكذب به الناس إليها أمام حضرتكم موقع روسيا اليوم الإخباري وطبعا هذا الموقع ليس إسلاميا العنوان بدء التحقيق في حمل راهبتين كانت في مهمة تبشيرية بأفريقيا بالله عليك رشيد ده اسم كلام اتنين راهبات رايحين في مهمة تبشيرية لخدمة الرب ممكن تقول لي إزاي رجعوا حولهم هناك رشيد هل هذا ما تقدمه المسيحية للبشرية الجنس التنصير مقابل الجنس والمتع الحرام والخبر بيقول وتواجه الراهبتين الآن مستقبلا غامضا في مهنتهن ممكن يا رشيد تتصل بالراهبتين عشان تطمن على مستقبلهم الغامض طالما عندك وقت للمتصلات وأتمنى أتمنى خلال الحلقة أي واحدة عندها تجربة من هذا النوع تتصل تشارك تجربتها لماذا؟ لأنه لازم الصوت يسمع أنا قلت أنه عمل توري في هذا الوقت عمل توري ربما في مجتمعات أخرى في ظروف أخرى في أوقات أخرى وأنا من هنا أطالب كل راهبة تعرضت للاغتصاف من القساوسة أو البابوات أو مارسة الجنس لأجل التنصير أنها تتصل على رشيد حمامي حتى يسمع صوتها لأن قول الحق في زمن الاضطهاد عمل توري في مقولة للكاتب الإنجليزي جورج أورويل يقول قول الحقيقة في زمن الخداع عمل توري طيب يا رشيد لماذا لا تتصل بالنساء والأطفال دعاية الاعتداءات الجنسية من رجال الدين المسيحي على أعراضهم؟ ما فيش عندك مثلا وقت للكلام ده ولا فضيح الكنيس دي مجرد شكليات بالنسبة لك مش وقت برنامجك المسيحي أولى بتنظيف وتطهير الكنيس من القاذورات بدلا من طعنك في الحجاب لكن أنا اللي أزعجني جدا في الخبر أن الموقع بيقول أن هذه الفضيحة تسببت في بث الظعر بين رجال الدين اللي هو إزاي يعني أنا مش فاهم هو مش رجال الدين المسيحي الأبطال هم الذين قاموا بهذا العمل الرائع مع هاتين الراهبتين ولا هاتين الراهبتين حبلوا مثلا من حد تاني طيب ما هو سي إن برضو نشرت خبر أن فيه تعويضات تقدر بـ 3.8 مليار دولار مقدما لضحايا الاعتداءات الجنسية ضد الكنيسة وهو غالبا رجال الدين المسيحي العظماء الأتقياء هم الذين قاموا بهذا العمل البطولي مع هاتين الراهبتين فلماذا خبر حمل الراهبتين يبث الزعر بين صفوفهم طيب ايه رأىك يا رشيد في الكنائس المسيحية؟ مجتمعات تعتمد على المظهر ظاهرها العفاف وداخلها ينخره الفساد العجيب برضو ان الخبر بيقول ان الراهبتين انتهكتا قواعد العفة الصارمة بشكل صارخ عفة يا ابو عفة اذا كان الرب نفسه بيقول لهو شع اذهب واخذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا يعني بحسب كتاب رشيد الرب نفسه الذي يؤمن به رشيد كان يحرد على الرذيل والزنا كانت ايام الخمسينات والستينات وحتى السبعينات جميلة نراها في الصور اليوم نرا عائلات تذهب للمسارح والسينما نراهم نساء ورجالا صغارا وكبارا مظاهر الاناقة والاحترام لم يكن هناك وجود للحجاب ولا للنقاب ولا للخمار نهيك عن البرقع اللي لفت انت معك بس يعني في الموضوع ده هو ان النساء رايح السينما والمسرح وهي متبرجة ومش لابس حجاب لم يكن هناك وجود للحجاب ولا للنقاب ولا للخمار نهيك عن البرقع طيب الاب القمس داود لمعي بيقولك يا رشيد ان التبرج كان عادة النساء الوثنيات اللواتي كنا يزنين داخل المعابد الوثنية ولكن اريد ان تعلم هيدخل فأضية مكانة المرأة في الكنيسة بالذات وهنا في خلفية لازم نعرف فكورنسوس بالذات دي بلد وثني وكانت عبادة الاوثان تقودها السيدات وكاهنة الاوثان يبقى كان في كهنوت للست عند الاوثان كاهنة الاوثان كانت تبقى متبرجة يعني ما تغطيش رص خلي بالكم الفكر وهي اللي تسوء المجتمع الوثني في تقديم الزبيحة وهي نفسها تقوم بالزنة كجزء من عبادة الاوثان حق صعب أبو ويقول القمص أنطنيوس فكري أيضا الكاهنات الوثنيات كنا يكشفن شعورهن المنكوشة علامة على حلول الوحي عليهم حين يقودن الاجتماعات الوثانية وبولس رأى أنه من العار أن تتشبه النساء المسيحيات بكاهنات الاوثان اختاه حجابك عفافك كده أثبتنا لك يا رشيد من علماء النصارى أن التبرج عادة وثانية فهل أنت يا رشيد وثني تنادي بإعادة الوثنية مرة أخرى هل أنت يا رشيد فرحان بمشهد النساء وهي ترتدي زي الكاهنات الوثنيات أما الحجاب فهو زي النساء النبيلات الفاضلات سيدات المجتمع يقول المؤرخ الكبير أما النبيلات فيغطين مستدار من أجسادهن بالمشدات القاسية المستوية ويحجبن عن الجنس الآخر كل وجوههن فيما عدا العيون عايز تقول حاجة رشيد؟ حجابي عفتي ويقول القمص أنتونيوس فكري أيضا وكانت النساء الشريفات يغطين رؤوسهن في ذلك الوقت فالعقل بيقول إن النساء لما تتشبه فالمفروض تتشبه بالشريفات العفيفات النبيلات وليس بالكاهنات الوثنيات اللواتي يتدين رشيد حمامي بدينهن الوثني أختاه حجابك عفافك وخد كمان كلام وليام باركلي عشان تنام النهاردة متنكد وحزين المفسر المسيحي وليام باركلي الشهير يقول يجب أن نذكر مكانة البرقع أو الحجاب في الشرق فإلى يومنا هذا تلبس بعض سيدات الشرق ليشمك الذي هو عبارة عن برقع طويل يصل إلى القدمين تقريبا ولا يظهر من الجسم سوى الجبهة والعينين وفي أيام بوليس كان البرقع أو الحجاب الشرقي يغطي من الجسم أكثر من ذلك فلم يكن يظهر من الجسم سوى العينين يعني الحجاب على عهد بوليس مؤسس الديانة النصرانية الحالية كان يغطي جميع بدن المرأة حتى وجهها ولا يظهر منها إلا عينها فقط يقول ولم يكن يخطر ببال أي سيدة شرقية محترمة أن تظهر دون حجاب عرفت بقى ليه القساوسة عايزين نساهم تتحجب وتحتشم لأن الحجاب شرف وعف وقيمة للمرأة فلا ينظر للمرأة أنها مجرد جسد وسلعة رخيصة تبع وتشترى بل ينظر إليها بقيمتها وثقافتها وإيمانها وأخلاقها وشرفها وتحت الفيديو هتلاقوا رابط حلقتين للدكتور إياد يسرد فيهما فضائح النسوية وموجز تاريخ المرأة عند الغرب كانت أيام الخمسينات والستينات وحتى السبعينات جميلة طيب رشيد ما ينفعش نرجع قبلها شوية شوية صغارين مش كتير يعني صوفيا لينبول عاشت في أربعينيات القرن التاسع عشر تقول في كتابها حريم محمد علي ويتصف مصر الحجاب والزواج أحداث يناير 1845 تقول بعد إقامة ما يقرب من ثلاث سنوات في بلد شرقي من الإختلاط الدائم الودي بسيدات الطبقتين الوسطى والعليا من الأهالي أشعر بأني قادرة على إبداء بعض الأفكار العامة عن أحوالهن الاجتماعية والأخلاقية تقول من الأشياء الكثيرة المحيرة التي تسود العالم الإسلامي هو عادة التمسك بالحجاب ليس بالنسبة للمسلمات فقط بل أيضا بين المسيحيات الشرقيات وإن هذا التقليد كان متبعا ومقبولا لدى أجيال السابقين الذين نشأنا منذ نعومة أظفارنا على أن كنا لهم كل احترام وتبجيل يعني النساء المسيحيات في مصر كنا يلبسنا الحجاب والكاتبة صوفية تقول أن الحجاب شيء متبع ومقبول عند الأجيال السابقين الذين كانوا يكنون لهن كل الاحترام والتبجيل يعني المرأة المحجبة طول عمرها محل احترام وتبجيل من الجميع هل تغيرنا للأفضل بعد الحجاب؟ هل غير الحجاب من سلوك الناس؟ ويقول إدوارد ويليام لين تغطي المرأة القبطية يعني المرأة المسيحية تغطي وجهها ليس بين العامة فحسب ولكن في منزلها كذلك في حال وجود رجال غرباء من غير أقربائها فيه وتقوم عازبات الطبقة الدنيا بإسدال الحجاب الأبيض على وجوههن بين العامة وأما الحجاب الأسود فغطاء السيدات المتزوجات الوقورات الله أكبر الله أكبر وأما الحجاب الأسود فغطاء السيدات المتزوجات الوقورات هل تغيرنا للأفضل بعد الحجاب؟ يقول وقد تلجأ العديدات من القبطيات إلى الغطاء الأبيض حبا في الاقتداء بالمسلمات يعني أصل النساء المسيحيات مغطية والشهة وكمان بيحبوا يلبس لون الأبيض عشان النساء المسلمين لابسينه تخيل يا أخي لما الأخت المسلمة تكون قدوة لغيرها فتختار المرأة أو الفتاة غير المسلمة أن تكون عفيفة ومحتشمة في زيها ولباسها كالمرأة المسلمة خلي بالك رشيد إحنا الآن مش بنتكلم عن تغطية المرأة لشعرها لا أنا بغوص معك لأعمق من ذلك عشان الناس تعرف إنك جاهل أو كذاب أول اتنم مع بعض أقسم بالله في واحدة أسلمت فسألناها ما أكثر ما أعجبك في دين الإسلام قالت أكثر ما أعجبني أن رجال المسلمين يغارون على نسائهم وأن البنات المسلمات عندهم حياء وأدب عالي ولذلك يجب على أي مسلمة عصت ربها وخالفت دينها أن تعود إلى الله وتتوب لأن البنت غير المسلمة تنظر إليها وتقارن ناخد مرجع كمان فكرنا جماعة الحملة الفرنسية على مصر علماء الحملة الفرنسية كتبوا ما رأوه في مصر خلال هذه الفترة فجاء في كتاب وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية يقولون وبالرغم من هذا التقدير العميق لرجال الدين فإن القبطية لا يسمح لزوجته أن تصفر عن وجهها أمامهم ونحن هنا نتحدث فقط عن الطبقة الميصورة منهم يعني الطبقة الوسطى والعليا بل إن البطر يارك لا يمكنه أن يرى سيدة سافرة إلا إذا كان زوجها هو الذي سمح بذلك وعن طيب خاطر ويقول علماء الحملة الفرنسية ذلك أن النساء في كل الظروف لا يخرجن مطلقا سافرات الوجوه بل يغطين وجوههن بالبرقع وهو غطاء مكون من قطعة من المسلين توضع فوق الأنف والوجه وتضايق التنفس ولا بد أنه يسبب لهن الكثير من الضيق طبعا أنا مش عارف هم جابوا الحكة الأخيرة دي منين طب هم النساء اشتكوا لك يا بارد ولا أنت مثلا كنت لابس النقاب أو البرقع ووجدت بالفعل أنه بيضايق التنفس أو بيسبب الضيق شيء غريب والله السؤال بقى لماذا النساء القبطيات كنا يلبسن الحجاب أو النقاب والبرقع إحنا ذكرنا لحضراتكم أن نساء النصارى لابسن الحجاب اقتداءا بنساء المسلمين لكن الحقيقة أن كتاب النصارى أيضا فيه نداء بالحجاب أولا فاكرين سفر دانيال اللي ذكرناه في حلقة سؤال بألف دولار رشد حمامي وطبعا رشيد لم يرد على هذه الحلقة أو غيرها إلى الآن المهم فاكرين قصة سوسنة في الأصحاح رقم 13 شوفوا العدد 31 بيقول أن المرأة الصالحة سوسنة كانت مبرقعة يعني كانت تغطي وجهها ولذلك أراد رشيد حمامي أن يكشف وجهها رشيد حمامي أيام ما كان طالع بالمنظر الأديم لأن النوعية دي من الناس موجودة في كل زمان ومكان رشيد حمامي في الزمن القديم جاء هو واحد تاني على نفس العينة بتاعته وأراد هذان الفاجران أن يكشف وجه سوسنة طيب لماذا أراد هذان الشيخان من بني إسرائيل أن يكشف وجهها النص بيقول ليشبع من جمالها يخي ما أشبه هذين اليهوديين الفاجرين برشيد حمامي ومن على شاكلته ممكن رحيد يطلع يقولك بس سوسنة كانت مبرقعة بتصرف شخصي منها وليس بحسب أوامر الرب في الكتاب المقدس هقولك كده أنت ويعت في الغلط لأن أول الإصحاح بيقول إنها كانت مبرقعة حسب شريعة موسى اقرأ معايا النص قال وكان في بابل رجل اسمه يويا قيم وكان متزوجا امرأة اسمها سوسنة ابنة حلقية وكانت سوسنة جميلة جدا ومتقية للرب وكان أبواها صديقيني فأدب ابنتهما على حسب شريعة موسى أبوها وامها ربيها على شريعة موسى يعني سوسنة كانت تغطي وجهها لأن شريعة موسى كانت تقضي بتغطية وجه المرأة ده مش بس حجاب للشعر لا دي شريعة موسى كانت تأمر بتغطية المرأة وجهها فعشان كده رشيد حمامي عايز يكشف وجهها أمام حضراتكم قاموس الكتاب المقدس يقول برقع والجمع براقع وهو غطاء للوجه كانت تلبسه نساء أرشاليم في أيام إشعية ولا زالت تلبسه بعض النساء إلى يومنا هذا بولس الذي يؤمن المصارى أنه رسول المسيح مع أنه لم يرى المسيح في حياته أبدا يقول إذ المرأة إن كانت لا تتغطى فليقص شعرها وإن كان قبيحا بالمرأة أن تقص أو تحلق فلتتغطى أعرفين تلميذ المسيح في كتاب اسمه الدسقولية اللي هو تعاليم الرسل وشاء في مقدمة هذا الكتاب يقول القمس مرخز داود ذلك الكتاب الذي اتخذ من القديم دستورا للكنيسة الأرثوذكسية وبيقول إن كتاب الدسقولية هو الكتاب الثاني للكنيسة بعد الكتاب المقدس وباب النصارى شنودة يقول إن الدسقولية هي تعاليم رسول المسيح الاثنى عشر تمام؟ شوف بقى في صفحة 27 ماذا يقولون بيقولوا لنساء النصارى لا تتشبهن بهؤلاء النساء أيتها المسيحيات إذا أردتن أن تكن مؤمنات اهتمي بزوجك لترضيه وحده وإذا مشيت في الطريق فغطي رأسك بردائك فإنك إذا تغطيت بعفة تصانين عن نظرة رشيد أصدي تصانين عن نظرة الأشرار ويقول أيضا رسول المسيح للمرأة المسيحية يكون مشيك ووجهك ينظر إلى أسفل وأنت مطرقة مغطاة من كل ناحية أختاه حجابك عفافك ومش بس كده شوف النص بيقول لا تستحم امرأة مؤمنة مع ذكور وإذا غطت وجهها فلتغطيه بفزع من نظر رجال غرباء حجاب عفتي ويقول القنص أنطينيوس فكري ونلاحظ أنه كانت هناك عادة في المجتمعات الأممية أن المرأة المنحلة تترك شعرها دون غطاء ومن هنا جاء المثل الشرقي عن المرأة المنحلفة إنها ديرة على حل شعرها وجاء في كتاب قوانين هبوليتوس يقول والعذارة إذا أتى وقت شبابهن يعني وقت الحيض يعني بلغت فليغطين رؤوسهن مثل النساء الكبار ببلانينهن وليس بثوب خفيف رشيد أيها البائس إما أن تلبس الحجاب وإما أن تعترف أنك ملحد وأنك تتخذ الديانة المسيحية سطارا للتكسب والارتزاق طيب هل المرأة المسلمة في مصر لما بتلبس الحجاب ده بسبب غسيل الشيوخ لعقلها والقمع زي ما بيقول رشيد حماني عملوا نوع من الإرهاب للنساء وصار الآن نعني نرى النتائج نحصد مزرعة في زمن هؤلاء الشيوخ تعالوا بقى نضحك على رشيد حماني شوية الكاتبة كارين أرمسترونج تقول واليوم تعود بعض النساء المسلمات إلى زيهن التقليدي وهذا لا يحدث كما يقول رشيد لإخضاعهن لعملية غسيل مخ من قبل ديانة شوفونية لكنهن يفعلن ذلك لأنهن يجدن العودة إلى جذورهم الحضرية عملية فيها إرضاء كبير وغالبا ما يكون ذلك رفضا لمواقف رشيد حماني الإمبريالية التي تدعي أنها تفهم مأثوراتهن أكثر منهن أنفسهن إذن فالمرأة المسلمة التي تعتز بحجابها إنما تعتز به لأن حضارتها الإسلامية تملي عليها ذلك ولأن المسلمة تعرف أن الغرب الكافر يريد سلخها عن دينها وحضارتها ومصدر عزها وشرفها وفقرها فالمرأة المسلمة تعتز بحجابها رفضا للفكر الغربي الذي عرى النساء وجعل من المرأة سلعة رخيصة تعرض جسدها وتبيعه بأرخص الأثمان عصام العريان عصام العريان يعني لسخرية لسخرية القضية عصام العريان يريد أن يغطي النساء عريان يريد تغطية النساء فممكن واحد برضو بنفس المنطق بتاعك يطلع يسف عليك ويقولك أنت اسمك رشيد حمامي والحمام ده المكان اللي الناس بتقضي فيه حاجتها يعني ده مكان للنجاسة والبول والبراز فكيف تنادي بالطهر والقداسة وإنت أصلا اسمك محل أو مكان للنجاسة ليه بقى تدخل نفسك في الزوية دي وتخلي الناس تسف عليك وتهزأك خليك محترم حاول تتعامل مع الأمور بشكل علمي مش أنت برضو يا رشيد اللي كنت بتقول أصحاب العقول الكبيرة يناقشون الأفكار وأصحاب العقول الصغيرة يناقشون الأشخاص وفي الحقيقة هذا عيب في الرد لأن أصحاب العقول الكبيرة يناقشون الأفكار وأصحاب العقول الصغيرة يناقشون الأشخاص طيب انت مالك هنا ومال اسم الرجل أو شخصه احنا ملنا وماله الرجل قال فكرة سليم أهم وسهلا قال فكرة غلط نرد عليه صح ولا غلط ليه انت بقى ايه بتتكلم على اسمه أصل اسمه كذا واسمه كذا سيبك بقى من اسم الرجل وخليك في أفكاره فالموضوع ناقش الموضوع ولا تطعن في الشخص سيكون لك مصدقية أكتر إن فعلت ذلك طيب هل معنى ذلك أن المرأة مش مظلومة في المجتمعات العربية والإسلامية هقولك طبعا في نساء كثيرات مظلومات لكن الظلم الذي وقع عليهن ليس بسبب الإسلام كما هو الحال في المسيحية بل ظلمت المرأة حينما ابتعد المسلمون عن دينهم الكاتبة كارين أرمسترونج تقول وقد يكون المسلمون المتأخرون قد ابتعدوا أحيانا عن هذه الرؤية القرآنية للمساواة ولكن الأولى بدعاة نصرة المرأة في الغرب تتكلم عنك رشيد لكن الأولى بدعاة نصرة المرأة في الغرب ممن يتهمون الإسلام بكراهية المرأة أن يتأملوا مدى السلبية الشديدة في التقاليد المسيحية إزاء المرأة وليس من الإنصاف أن نلوم محمدا أو الإسلام بتهمة كراهية المرأة فإذا كانت النساء المسلمات اليوم يرفضن بعض الحريات التي نشعر أننا قدمناها إليهن فلا يرجع سبب ذلك إلى العناد بل إلى التخبط في النظرة الغربية إلى المرأة في العلاقات بين الجنسين اسمع هذا الاعتراف فنحن ندعو إلى المساواة وإلى التحرر ولكننا في الوقت نفسه نستغل المرأة ونمتهنها في الإعلانات وفي الكتابات والفنون الإباحية وفي كثير من أشكال الفرجة الشعبية بأسلوب يستهجنه المسلمون ويتأذون منه وهذا هو حال الغرب الكافر الذي يسير رشيد خلفه ينادون بتحرير المرأة وهم الذين يستغلونها أسوأ استغلال فالشيوخ سخروا يعني كل وقتهم وكل مجهوداتهم لأسلمة المجتمع وعلامة الأسلمة هي ارتداء الحجاب تمام يعني وجود الحجاب دليل على وجود الإسلام وعز الإسلام وهذه رسالة لكل أخت مسلمة إنها لازم تحافظ على حجابها حتى يظهر عز الإسلام أمام جميع العالم والله جماعة أنا تركت كلام كتير جدا ولم أعرض فيه نصف ما عندي لكن هختم الموضوع بكلام جوستاف لوبون يقول الإسلام حسن حال المرأة كثيرا وأنه أول دين رفع شأنها وأن المرأة في الشرق أكثر احتراما وثقافة وسعادة منها في أوروبا على العموم ذا قريبا أرجو من كل أخت مسلمة شافت هذه الحلقة أن تعطي رابط الحلقة لقريباتها وزميلاتها المسلمات وغير المسلمات وفي نهاية الحلقة عندي نصيحة لكل أخت مسلمة أفضل شيء تدمر بي جهود هؤلاء المرتزقة وهؤلاء الحرفيش هو ارتدائك للحجاب لأن ارتداء كل مسلمة لحجابها الشرعي أشد على هؤلاء من وقع القنابل لأن رشيد نفسه اعترف أن انتشار الحجاب علامة على تدين المجتمع ولكن في نفس الوقت إحنا مش عايزين نشوف الحجاب فقط على رأس الأخت المسلمة مع بعدها عن أخلاق دينها بالعكس أنا عايزين نشوف إحنا عايزين نشوف الحجاب مع التزام بأخلاق الإسلام ومعاملاته وعباداته عايزين نشوف أختنا المسلمة زي أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين حفصة وبقية أمهات المؤمنين وأكرر مرة أخرى أن أكثر ما يدمر جهود هؤلاء عموما وجهودهم في القضاء على الحجاب خصوصا هو التزام كل مسلمة بحجابها نفس فعلا كل مسلمة تعلنها من النهاردة ثورة على هؤلاء الحرفيش وتقرر من اليوم أنها لن تسير إلا بحجابها عاملة به تريد بذلك وجه الله وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم لا تنسوا إخواني وأخواتي أن تنشروا هذه الحلقة على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهما والدال على الخير كفاعله كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته